السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حادثة أثارت غضباً بالجزائر وهذا ما فعلته المعلمة في خمس تلميذ أتمنى من أخوان وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة حادثة أثارت غضباً بالجزائر معلمة تحلق شعر خمس تلميذ والوصاية ترد وفق تقدير المعلمة فإن سبب قيامها بهذا هو أن التلميذ كانوا بتصريحات غير لائقة أثار خبر إقدام استاذة في المرحلة الابتدائية بمدينة جميلة في ولاية الصيف بالشرق الجزائري على معاقبة خمس تلميذ بحلق شعرهم داخل القسم غضباً واستياء لدى جزائريين فيما أوضح مدير التربياد ولاية الصيف إن ما حدث يعكس قلة الخبرة وتغليب منطق التسرع لفرض الانضباط من قبل الأستاذة بدل الطرق الأخرى المعتمد عليها داخل المؤسسات التربوية بعد انتشار صور التلميذ على مختلف صفحات الفيسبوك سعدت حارث غضب واستياء وسط الرأي العام دعين السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمة وأوردت صحيفة النهار الجزائرية نقلاً عن مدير التربية رشيد بن مسعود إنه تم تنظيم لقاء بين الأساتذة وأولياء التلميذ وتم بينهم الصلح مشيراً إلا أن الحادثة معزولة ولا يجب تضخيمها موضحاً إنه وفق تقدير الأستاذة فإن سبب قيمها بهذا هو أن التلميذ كانوا بتصريحات غير رائقة في حين أكد مدير التربية أنه كان من الأجدر بالمعلمة أن تستدعي أولياء هؤلاء الأمور فهي ارتكبت خطأ إجرائياً في تصرفها لافتاً إنها أستاذة جديدة استفادت من الإدماج مؤخراً وليس لها الخبرة الكافية لتسمح لها بالتصرف الأحسن وفق قولها وأنها اعترفت بالخطأ والتسرع والأولياء تقبلوا الاعتذار يذكر المعلمة السنة الخامسة ابتدائي بمدرسة الشهيد سعد الله عمار بجميلة فستيف قامت بمعاقبة خمس تلميذ بقص شعرهم بواسطة مقص داخل القصن وأمام زملائهم مما جعل بعضهم لا يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفترة المسائية رغم إن المعلم اعتذرت الأولياء التلميذ الذين قصت شعرهم فإن مدرية التربية كلفت المفتش ومدير الابتدائية برفع تقرير رسمي على الأستاذة وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية التي تستحقها وفق ما أفادت به مدرية التربية للولايات